بسم الله الرحمن الرحيم نبلش تمام اه تمنوا احنا نبلش في ماكس اول اشي قرينا بس نبلش اولها بس نرسم شغلات هيك خفيفة اللي احنا راح نتعلم شوية مونديرينج خفيف بسيط بالاول بعد ذلك شغلنا كلية ورح يتجه لوين للرندر للبيري للاضاءة والكاميرات ولا اللي هو كيف نرسم الغرفة بعد هيك كيف نحط فيها عفش كيف نعمل لها دي كورات نحط اضاءة حط ماتيريال ونبلش نرندر فيها تمام الآن لو بلشنا في ماكس يعني زي ما انتوا شايفين هاي انا في عمدي هون نيو ريسيت اللي هي قبل شوي استعملناها عشان نرجع كل شي للصفر رجع على ماكس النقطة الصفر واحدة شغالين مثلا يعني ما عجبناش الشغل اغلطنا في ايدتس في اي اشي ثاني نعمل ريسيت برجع البرنامز يعني كانه لسه فاتع جديد تمام في عندي اوبن اوبن ريسنت المشاريع اللي كنت هنشتغل عليها من قبل في يعني اوامر ثانية مش بالضرورة احنا منستفيد منها في عندي اوامر سيف سيف از سيف از كوبي في عندي سيف سيلكتد يعني بكون مثلا انا ماسك شغل معينة مثلا ماسك كوميدينا او ماسك عامل سيلكت لا اه لا مثلا سرير اي اشي عمله سيف سيلكت كني هيك ما اخذو بلوك ماشي عندي ارشيف ارشيف هذا مهم جدا هذا نما بدك تنقل من جهاز لجهاز تشتغل على ماكس تاعك على جهاز ثاني في عندك تكتشر اللي هم صور خامات مثلا زي خامة خشب او خامة ارخام موجود على اي مشروع انت شغال عليه تمام فانت بتعمل ارشيف ما بتعمل سيف از وبتاخذ الفايل كوبي تروح منك يعني بروح منك الشغل كله في عندي كمان امبورت امبورت في عندي امبورت لا مثلا فايل اتو كاد فايل اف بي اكس في عندي ميرج ميرج اللي هو بياخد الفايل الماكس بدخله على جوة فايل الماكس الثاني يعني مثلا عندي سرير معمول على ماكس فانا ما بعمل له امبورت بعمل له ميرج سرير ماكس بده دخله على برنامج ماكس بعمل له ميرج ما بعمل له امبورت لو اف بي اكس بنعمل له امبورت فيه ريبليس لينك ريفت لينك اف بي اكس لينك اتو كاد هاي اللينكس شو فايدتها لما بتاخد لينك ما بتاخد المشروع كامل اول اشي بتخفف حالك انت في في ساعة المشروع نفسه تاني اشي بتاخد انت زي نسخة نسخة غير ريال نسخة انت بتقدر تعدل عليها يعني ريفت شغلتك اللي انت شغالها على ريفت مثلا بدك تعدل عليها تعدل عليها الريفت بتسييفها ترجع انت عماكس بتلاقيها معدلة يعني هذه هي فايدة اللينك اوتو كاد مثلا مخطط طقل اوتو كاد مش كامل بتشتغل على جزء منه بترجع بتخلص الاوتو كاد بتكمله بترجع بترجع يعني بترجع على ماكس وبترجع بتكمل باقي المخطط بتلاقي باقي المخطط مخلص وبتكمله انت من ماكس فيه الاكسبورت اكسبورت لا الف بي اكس يعني في عندك شغلات زي الف بي اكس شغلات زي الثري دي اس تقريبا عندك كل انواع الصيغ اللي بتنقبل على البرامج الثاني بما فيها الشغلات اللي بتشتغل على سكيتشوب فيه هون اشي اسمه انريل داتا سميث مثلا للانريل وشغلات زي هيك عندك هون تقريبا من باقي الاوامر هاي يعني فيش انه غير بريفرنس ممكن شوي منستعملها بريفرنس تمنى انه نطلع على بريفرنس نيجي هون على جينيرل نيجي على الفايل اه انا بطفي الاوتوسيف والباك اوب والقتص الصايف بطفيها سنت لو مثلا بدك تشغلها هاي شغلها مثلا خليها على ربع ساعة نصف ساعة عمان ثالث دقائق كل ثالث دقائق انت فايلك بكبر لما فايلك بكبر الماكس وهو بسيف بعلك فاكب ستين وانت شغال عليه ممكن تطفي تطلع من البرنامج فيصير فيه عندك بطوء في الشغل انه كل ثلاث دقائق بده يسيف الفايل وصل ميت ميجا خمسين ميجا ميتين ميجا كل ثالث دقائق بده يقول سيف وكل سيف بده يقول له مصد دقيقة لدقيقة وبطول انت الشغل بده تقول معك ساعة ساعتين تصير تقول معك ثلاث ساعة اربع ساعة فانا من نوع الناس ما بعملش باكب وانسيف وبطفي الاوتوباك بصد اذا حاب يعني لا شغل شغل اثنين هدول هذا وهذا شغل هذا وخلي بده مو ثلاث دقيقة مثلا خلي نص ساعة يعني نص ساعة مش لا هي قريبة كثير انه طول تعيق عليك شغلك ولا هي بعيدة وبرضو يعني بترايحك بالشغل انه ما بتضيع شغلك مثلا وخلينا على ثلاثين دقيقة هون مبدئيا في الاوتو سيف في عندي كمان شغلات اخرى قاما طبعا من 2.2 دايما انابل قاما قاما يو 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 اليو تي كوركشن تحط على قاما 2.2 او بتيجي هي ديفولت زي هيك اه رندرين مش كتير رح نشتغل نحكي فيه لانه يعني ما لناش دخل فيه تقريبا نحن نشتغل من ماكس اه ماكس اه ماكس سكريبت يعني قزمو قزمو دايما دايما هاي ترانسفورميشن قزمو اون شو اكسز يكون هيك دايما هاي شغلات الاحتمال يعني يعني يكون فيه لنا شوية تشغل فيها في البرفرنس بس فيه شغلة ثانية مهمة جدا علاوة هي اليونتس يونتس ستتب لما تيجي بتشتغل على اليونتس ستب طلع اليونتس ستب تيجي من هون تخليها هاي ممكن تخليها ميلي تخليها سانتي من هون اليونت ماشي انا بخليها من هون بالملي متر تمام برجع هون بخليها مترك بالسانتي خليه هون تمنو يجي يقرأ عندي هون هاي بدعم البوكس يقرأ هون بالسانتي تمام السانتي لما بدي متر هاي ميت سانتي بدي متر مثلا متر بمتر ونص مية وخمسين مثلا بارتفاع ثلاثة متر ماشي هذا ابعاده ابعاد المشروع هذا البوكس هذا ابعاده متر متر ونص متر وث متر وث ماشي متر وث متر لينث متر وث بارتفاع قداش ثلاثمية هذا البوكس تمام هون في شغلة ثاني اللي هي تعالت اللي هو أنا مثلا بدي فيه زي زي بتيجي زي خطوط هيك اللي هي السيجمينت كم السيجمينت بدي بدي فيه والشغلات هاي بسا تمنوا نيجي نبلش احنا احنا وين كنا قبل شوي كنا عند اليونتس هون قلنا ونخلي في السيت اوب هاي بالملي متر نخليها يا ملي يا سانتي وانا بفضل نخليها ملي ماشي وبنيجي هون نخلي الدستبلي يونيت سكيل مترك نخليها بالسانتي سانتي متر ماشي يعني المتر عندي ميت سانتي يكون هون اكيد انترنشنل هون تمام حط اوكي هون في عندي لما نطلع الوجهات هون اربع وجهات عندي طوب فرونت ليفت وعندي البرسبكتب اذا هدول لو اتحرك مثلا تحرك بفضل زي هيك طلع شو صار اسمه أورذوغرافيك طلع أورذوغرافيك الأورذوغرافيك مختلف عن البرسبكتب برسبكتب بعطيني بنقطتين تلاشي الأورذو أورذو بعطيني تقريبا شبه وجهة الأورذوغرافيك تقريبا شوي في شغلة شغلة راح نحكي عنها كمان شوي قاليني على الفرونت وعاللفت على القصص صحيح هسا هون في عندي تقريبا زي شغلات جاهزة انا برسم منها هون اللي هي بريمتفز في عندي شغلات جاهزة زي اللي هي البوكس عندي يكون لهو هذا يعطيني شكل مخروط عندي سفير لهو الكرة عندي جيو سفير بس تيجي بفرقية انه السيغمنت ساتها مش منتظمة زي هاي بتيجي مش البكة سيغمنت ستعتها ماذا زي الاسفير الجيو سفير تختلف عن الاسفير انه اطلع هون خطوطة كيف مستقيمة هاي خطوط هلا بتيجي زي الكنكتدة في بعض تمام في عندي كمان سيلندر هذا هو السيلندر في عندي كمان هون الهرم طبعا هون بقدر اغير ازبط في من هون من السيغمنت في عندي بريق الشاي هاد عندي بلين اللي هو بتيجي عبارة عن هيك زي يعني بس خط اشي شكل تمام كيف يعني مش بالضرورة ان نستعملها كارضيات في شغلات ثانية نستعملها كارضيات في عندي تكست واكتب تكست اللي بديها تمام والشغلات هاي كلها زي ما احنا شايفين شغلات كمان مهمة هون وانا ببلش شغل ماشي هون بفوت على بري فيو برسبكتب بفوت عليه بفوت على هون على بري فيو بري ست وانا بحول لها ديفولت لايتيج هاي الديفولت لايتيج بقول له نيبل لأ أول فيوز اصلا شغل بصور اندي هون كان فيه تحت من هون جنب كان فيه السواد تمام السواد اختفى بس هذا السواد يعني تقريبا وانا بشتغل جوه الغرفة اللي انا بشتغل فيها بصير فيه عندي زي مشكلة انه فيه جوانب بتكون مظلمة عندي من المشروع فانا مش شايفها انا مش عارف هاي الجوانب المظلمة هل هي مظلمة لانه هي مظلمة ولا احيانا بتكون مظلمة لانه ماتيريالز سودا وانا بشتغل تمام هس هاي احنا تعلمنا البيسيكس في الشغل يعني في الشغل لما بنا نشتغل عمها هسه هون انا فيه اندي اشي اسمه الموديفايير موديفاي 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 فيه موديفايير لست صار شو شو بسويلي موديفايير لست انا ما امسك يعني امسك مثلا object زي هيك هذول من الobject هذول امسك اي object اندي بعد ما ارسموه هسا انا رسمته وارجع مثلا بدي اشتغل عليه اعدل عليه من هون هسا لو عدلت هون قاعدت عدل ساعة ماشي انا ورا صار اشي على الوبجيك نفسه تمنوا بدي اعدل على الوبجيك نفسه لا بفوت على الموديفاي نفسه انا من هون خلاص ماك صار بعتبر انه انا بدي افتح اشي جديد اشتغل اشي جديد يفضل انا امسك من هون وعدل على الموديفاي بتاعتي انا فيه براميترز بتيجي للوبجيك نفسه وفيه براميترز عندي بتنفتح متى بس ابلش اشتغل في الموديفاير لست براميترز تعتل مثلا الكون هاي المخروط نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو كمان هور الهيد سيجمت ممكن ازوده طلع شو بصير اندي بتزيد الخطوط في اندي الكاب سيجمت بس يعني مش راح استفيد من احلا هصنا النوت يعني زي بتشايفين الراديس صفر ماشي في اندي سايدز ماشي وبرضو اظن الكاب سيجمت اللي بدخل في القاعدة التحت ري اي برضو كمان الى دخل في القاعدة التحت ري هسه ممكن انا اعدل على الشكل اه ممكن اعدل على الشكل هذا خليه بدل ما هو مخروط هيك عادي ممكن اعمل فيه اي شكل ثاني في ادي هون ودي فاير الودي فاير لس فيه ستلاف شغلة ممكن اشتغل عليها من اهمها اهمها تقريبا عندي اللي هم اه كتعديل شكل عندي ال editable bully edit bully ماشي وفي عندي كمان اشي اسمه ffd box عندي ffd اه اثنين باثنين باثنين ffd ثلاثة بتلات ثلاثة بتلات ffd اربعة باربعة باربعة فيه ffd box وفيه ffd cylinder يعني انا اكتر اشي بهتم فيه لهو البوكس ليش بوكس انا تم انه ابسكه من هون افتح ابسك بوكس set number off point طلعوا بيج عندي ال ffd بقدر اتحكم فيه مثلا يا اخلي اثنين باثنين باثنين يا واحد بواحد يا اربعة باربعة يا بخمسة بخمسة يا اتناش باثناش زي ما بدي بتحكم فيه عصة شو شو فايديتو اصلا لما نحكي احنا ال ffd شو فايديتو هو free form يعني بخليني انا اشتغل بطريقة انه كل نقطة بامسكها انا اما اعمل control point كل نقطة بامسكها ماشي هاي هذا اللي هو هون الحركة selection والامور هاي يعني في عندي select بعد هيك هذا select بعد هيك هذا move بعد هيك هذا rotate بعد هيك هذا scale طلعوا شو بسو عندي صوري حرك صوري حرك في من النقاط اللي انا اخدهم صوري حرك فيهم يشكل الشكل معاي بنقاط ال ffd اللي انا حددتهم اللي خليتهم اثنين باثنين باثنين ممكن انا ازودهم صوري اتحكم في الشكل اكثر زي ما بدي يعني ونرجع هون في اشي اسمه الموديفاير تاع ال editable bully editable bully طريقة تشغله كيف في عندي vertices segment edges ماشي border اللي هو حدود مثلا صار في عندي قص جوه هون مثلا قص جوه هون فراغ بصير يقدر هو يمسك حدود حدود المشروع حدود الاشي اللي انا بشتغل فيه وفي عندي بوليغون في عندي element element بمسك لي element كابل ممكن انا اكون مثلا مدامج اثنين اثنين object ماشي بصيرا اتمنى امسك element بصير امسك element كابل يعني ها دخلت دخلت هذا بهذا ماشي تمنى اجي امسكه مثلا ها بدي امسك هذا وهذا بدي امسك اثنين مع بعض طلع ايه مش هارف امسكه عما بالألمنت بمسك اي هذا منفصل عن هذا ماكس فاهم انه هذا منفصل عن هذا تمام قصة في عندي اللي هو ال بوليغون هذا البوليغون في عندي اللي هو الهو الهو خطوط في عندي اللي هو الهو نقاط واجين مثلا للخطوط انا بدي اعمل تشكيل معين مثلا اعمل تشكيلات معينة هذا الشكل المخروط مثلا اعمل في عندي الت كيو بتعمل ايزوليت اكبر الشاشة هوا من هاي الكبسة تباني بس هاي كبسة زي هي تكون على الفيو بورت هذا بكبس هاي الكبسة بتكبر ليه اعمل الت كيو على على الاشي اللي انا بدي اشتغل عليه بياخذوا لحاله او ممكن من هون ايزوليت سيليكشن ايزوليت ماشي اصلا تمنوا بمبلش انا اشتغل مثلا شو ممكن اصوي زي هيك في عندي شي اسمو لوب اللوب بياخذ كل خطوط المتواصلة في بعض في عندي شي اسمو رينج رينج بياخذ خطوط المتوازية صار في عندي لوب ورينج ماشي ممكن امسك انا بالعرض كمان اقول له لوب كمان رينج اي انا صرت امسك كل اشي او ممكن شو اسوي زي هيك خرص امسك كل شي المشروع لبس بدي امسك اللي فوق ماشي انا على perspective perspective شو بسوي وعطين نقطتين تلاشي يعني مستحيل اخذ واجه ما اخذش واجه منه طبعه بشتغل على perspective ما في عندي واجه شو بسوي ممكن اعمل انا front اكبس اف اجي من هون يا اعمل front يا اما اكبس اف طبعه بكبس اف زي ما انتو شايفين شو بصير عندي انا بمسك انا واجه اسا هيك تقريبا صرت ماسك كل اشي مع هذا القاعد وانا بدي اعمل شكل معين في زي مثلا اعمل اللو زي تيوبات الومنيوم حوالين وكان لغزاز تيوبات الومنيوم هذا في عندي اكسترود اكسترود زي الاكسترود تعال اتو كاد صار بيجي اكسترود بيجي بين عمل للخطوط ول اللي هم ال و ال كل حسب الوبشم يعني كل واحد حسب الوبشم بتاته اري ممكن يا خلي الخطوط غيره او حافر يعني يا لبرة يا لجوه بالموجب بخليها لجوه بالسالب بالموجب بخليها لبرة وبالسالب بخليها لجوه بالموجب هس بدي اعملي لها شوي ثيكنيس ممكن ابلش انا اشتغل على هو الخيار الثاني هذا اشتغل عليه شوي هاي صار فيها اختلاف الخطوط طيب هس control على polygon طلع شو ممسكلي ممسكلي الخطوط طلع انا كنت عملها مع extrude اللي النتج عنها مسكوا لحاله بس لما انا كنت شغال هون خلصت شغلي بعد ايش سويت فت من polygon مع control فت على polygon مع control طلع عليهم زي هيك شو ممكن انا اعمل سوي اروح اعمل اشي اسمه detach من هون شو بدي اعمل 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 ولا clone لا بدي اعمل اعمل مثلا او بلاش element اعمل 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 نخليها اللي هو detach نكون object خارج مفصول شو صار عندي صار عندي انا اعمل 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 راني لهوت حيوبات ألمنيوم وأبجيكت داخلي تمام بس هذا ممكن أنا أعمل لون جزاز أو لون ألمنيوم أعطيه لون ألمنيوم ونحكي عنه بالتفصيل كمان يعني فيما بعد هذا يقصر اللون ألمنيوم واللون الثاني ممكن أعطيه لون جزاز تمام هس هي كان صار عندي شكل مخروط فيه تيوبات وعلى ما بدأ أكون على فيريد لازم أكون حاس بحساب يكون عامل إضاءة تقريبا مش راح كتير يبينه معي المشروع زي هيك بالشكل هذا مثلا يعني هاي الطرق اللي أنا ممكن أستعملها مثلا أشتغل على على شكل وعدل عليه يعني من الأفكار اللي ممكن أستعملها هو أنا بعدل على شكل موين بس أنا ما عجبنيش لحكي هذا كله أنا على edit bully على edit bully مش أنا مش محاوله زي هيك edit bully خرص فيش تراجع عن الموضوع ممكن كل بساطة سأوى زي هيك خرص هذا الشكل لو نرجع احنا نضبط نعدل الدنيا هون هاي رجعنا شكل مخروض زي ما كان تمام هاي يعني شغلات بسيطة ممكن نحن نستويها ممكن من edit bully نفسه مثلا تمنع جا أشتغل كون مثلا قل شوية وعاد أشتغله زي ffd form تمام مثلا أمسكه زي هيك أبلش أشتغل فيه خبص فيه أعمل أعمل أسوي يعني الشكل اللي بيعجبني ممكن أسوي فيه عرفتك هيك مثلا يعني بس منه تيجي تشتغل دائما نخلي يعني شغلك طريقة شغلك انه مثلا تكون طريقة عشوية تشتغل اي اشي طلع اي منظر وخلص لا دائما يعني حاول طلع اشي يكون مفهوم اشي مثلا كرسي اشي الواحد يستفيد منه بدلا ما تظل تشتغل في البرنامج وما تستفيد اشي تمام ستمنى انه نجي احنا نبلش نشتغل في موضوع اللي هو اللهم صلى محمد بتنابلان ونبلش نشتغل عليها تمام يجي بنعمل import اشتغل نبلش نعمل import تقص هون فيه شغلة مهمة هون incoming file unit بخليه بالسانتي بالمتر ماشي rescale تمام هذا اهم اشي اصوي دائما بكون وجاي هيك لو يجي default لا دائما بفوتو ايش مت متر rescale تمام لو ناجي فوتو ماشي اوكي اوكي اي المشروع دخل معي تمام اصلا بدا تأكد هون انه انا بدخله scale وصح اصلا اصلا كيف اتأكد تمام اصلا باجه هون 300 100 100 اه سامك في شي اشتاب بقولتك كيف اصلا فتحت الباب شمالك انا هيك اصلا فتحت باب ايش ماشي ماشي انا بده اتأكد من scale المشروع لسه ما سوت في شي تمام لما بده اتأكد من scale دائما انا مش شغال سنتيمتر يعني هذا المبنى اتمنى اتطلع عليها على اوتوكات هاي الغرفة مثلا دا جقيسة اتمنى اتطلع عندي هاي ثمانيمتر ثمانيمتر وسبعين برضو هون على ماكس مفروض اتمنى اجي اسحب بوكس من هون لهون اعطيني يعني هاي ما اعطيتني ثمانمية وثمانين ممكن احنا ما اخدين عاشرة سنتيم من جو زيادة ماشي تمنى ارفعت طالع يكون فيه نسبة وتناسق هاي انا رفعت اثناثمية اثناثمية هاي الغرفة ابعادها تقريبا نفس الابعاد اللي تكاعد اللي عندي وسكيل ها مضبوط ما يكون ثمانمية يعني ثمانمية سانتي يعني ثمانية متر وثمانين باربعمية وعشرين اللي هو اربعمية متر وعشرين سانتي وارتفاع ثلاثمية يعني ما يكون مثلا احيانا لما بتيجي بتشتغل ويكون سكيل غلط عندك تيجي تحط الثراثمية الثراثمية بتطلع عندك كبير كثير لانه ايش لانه هذا مثلا ثمانين سانتي يكون مثلا ثمانين سانتي باربعمين سانتي والارتفاع انت تيجي تعمل ومتعمل الثراثمية فبطلع الثراثمية غلط فاحنا هسا تمنو عملنا له import ماشي عملنا له عملنا له import بالمتر import عملنا له بالمتر زي هيك بالمتر و و ريسكيل بالمتر ماشي ودخلنا دخل معنا مضبوط 100% هاي شغل النقطة مهمة جدا وانت بتشتغل تمام طيب لو نيجي نبلش احنا نشتغل مثلا بدنا نشتغل ايش نشتغل المجلس انا اشتغلت المجلس قبل هيك فاورجيكم 3D تاعو هاي هاي الواجهة اللي هي هاي هاي الواجهة طيب نتطلع هاي الواجهة هذي هي ع الفريم بفر اشتغلتها قبل هيك هذي هي عندي واجهات ثانية اللي هي هاي عندي كمان هاي من المشروع برضو هاي هاي من واجهات المشروع هاي كمان من واجهات المشروع يعني هذول الكاميرات والشتات اللي انا اخذتهم للمشروع بسا المشروع يعني افكاره تم انه اجيت اشتغلته انا يعني اشتغلته على نظام نيو كلاسيك يعني شوية نيو كلاسيك مع شوية لمسات مودرن هيك تاع منه نيجي نبلش نشتغل احنا دايما نيجي بنبلش من ماكس دايما اا ال اتو كاد هاذا اللي انت شغال عليه ما بتيجي بتعمل منه اكسترود وتبلش شغل عطول لا نتيجي تبلش شغل عليه اول اشتعم المقروم بسمية بلان دايما تأكد الكابس لك الطافية ماشي تبلش رسم وانت بتبلش رسم في عندك اش اسمه snap snap دايما تأكد تجي انتم تحط snap تكمس عليه right click snap دايما end point mid point في ناس تستعمل grid بس هلا بستعمله في ناس تستعمل pivot ناس تستعمل vertices sorry فايا بس هلا بستعمل شي الحكي يقول الله هلا بستعمل end point mid point وحيان star point اللي هو عندي options باجي هون في options تأكد في اني شي سو enable access constant ماشي في الاخر اش تحت translation باجي في اندي هذي ماشي دائما بتأكد منها انها هي شغالة كل شي شغالة في الاول اول ما تشتغل على المشروع البرنامج بتكون شغالة انت بتشغلها وضالها بعد هيك معاك دائما شغالة ماشي بلش نرسم على اللاين واحنا عصناب بنبلش نرسم وين في خطوط عندي وين في نقاط انت بوينت بلش اشتغل منها هون الانت بوينت شوي اختلف عندي مش مشكلة الصادة سكرته في عندي غلط فيه وانا شايف الغلط بمسك هون ببين اللي بوضح لي الشغل المهمة اللي هو انا ليش سويت هاي اللي هي هاي انابل اكسس اكسس كونست كونسترنت ليش انا عملتها شان انا بس اجي امسك ليش هذا كله سك شغل كاكوت لوحد انا بقدر امسك اي اكسس من اي اكسس من الاكسس وحرك منه تمام هسا صارت النقطة موازل للنقطة ايك صار منظره مظبوط عندي طبعا انا هون لانه هون مش كتير مبين الخطوط فانا من هون بكون عارف انه هذا عندي عمود وهذا جدار حمام هذا تكمل الجدار هذا تقريبا زي بوفي زي ما احنا كنا مشتغلين قبل وهذا عندي هون كمعا جدار ومعا اللي هو العمود فانا شو سوي انا سكرت كل ايتو بجدار جدار جبسم بورج ممكن انا بعد ذلك ممكن انا بعد ذلك شو اسوي اصير افتح في تمام وانا بشتغل انا هاي شغلات كلية بكون انا درسها في المخطط نفسه دائما المخطط يكون هو دليلك شو بدك تسوي انت في 3D في الماكس زي ما انتو شايفين ماكس مش كل شي بوضحه تقدر انت وانت بدخل في المشروع توضح كل اشي بس بصير عندك ثقل على الجهاز وبما انك عارف شو بدك تشتغل فاش داعي بنرجع هون بنكمل يا بنكمل من create point يا انا اسهل لي بكمل برجع بكمل line line جديد line 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 برجع مسكر هون سكر سكر line احسا انا صار في عندي line ماشي ونسا في عندي line الثانية بس ممكن احنا نشتغل جدار زي هيك والقطع الثاني نشتغل ها box وهذا اللي انا بفضله او ايش انه عادي ممكن نشتغل ها زي هيك ونرجع نرجع بعد ما نعمل export extrude بعد ما نعمل extrude نرجع نشتغل editable bully بلش خلص في الخطوطات طبعا لحد شباك شباك ما برسمهوش خليه فتحة شباك والباب خليه فتحات برجع نبسكرهم بعدين معرفتي يعني طريق بالطريقة المناسبة حسب ارتفاع الشباك وحسب ارتفاع الباب اشتغل 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 تمام اصباجي انا شو بسوي مثلا انا خلص خلصت شغري امسك انا اللي هو كنت عاملين اللي هو الكاعد بعمل له hidden يعني hide selection هدول شو بسوي انا بفوت زي هيك بعمل فيه عندي attach والتي وصب بطلع لكل اللي هو موجود visible كل المخفي ما ببينه فانا بعمل attach هسا كل هيتو شايفين هاد كل هيتو صار قطعة واحدة كتلة واحدة attach مع بعضه يعني لو اطلع من modifier list افوت زي هيك اكبس خلص كل هيتو قطعة واحدة هسا شو بسوي انا خلص صرت قادر اني اعمل اكسترود هسا اكسترود شو هو رفع عملية رفع تعمل اكسترود تعمل مثلا 315 او 350 300 يعني 3 متر انت قدش ارتفاع البيت عندك تعمل انا والله ما بعرف تصدق تصدق انا هو 315 325 335 تقريبا بس من مرة سبب انك تحسب من مرة انت في عندك عقدات وفي عندك ارضيات يعني بطلقت 3 تقريبا بس احنا السا المشروع هذا من نغير عليه بدنش نعمل له نفس القديم مشروع اللي احنا شغالين عليه السا بدنش نعمل له زي القديم احنا ممكن نقول 350 ماشي ليش 350 يعني ممكن 350 هدول اعمل في اعمل طبقة جيب سنبورد اعمل طبقتين ثلاث صح صح يا وليد وليد نعم وليد مية بالمية صح معك ضغوط ماشي يا وليد تمام هس انا بعد الحكي هذا كل في دي شي سمو ديت امول بلي زي ما قبل قبل ديت امول بلي شو الكويت صي وانا مقدر عدل على ال 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 وال وال نيجي نعمل جلسات شباك شباك نطلح هون على الفلان وين اندي شباك هاي شباك واحد اثنين ثلاث هذا يعتبر باب مفروض بس خلينا تعمل معاك شباك حاليا بما انو احنا حطين عليه اه اللي هو سوفا فخلص يعني احتمالية ان يكون شباك تقريبا صفر ماشي بصير في يدي هون شباك هون شباك هون شباك هون شباك تمام واحد ثلاث اربع اربع شبابي عندي هذور ممرات وهذا الباب الوحيد اللي عندي ماشي باجا اربع امسك من البوليغون ماشي دائم كل خط يعني كل الفيس والمقابل الو نمسك كل الفيس والمقابل الو تمام دائم هون كمان اللي هو تاع الحمام يعني بس يمكن الحمام من اشتغلهوش بس يعني لو اشتغلنا نكون احنا مجهزين ومخلصين تمام اص باجي شو بدي اصوي عنا بدي اعمل انا خط خطوط عشان اوصل مثلا انا بدي من هون لهو يكون متر تفاعل شباك بعدك اوصل الجدار ببعضه والفوق اوصل برضو الجدار ببعضه فادي اشي انا اسموه سلايز بلان سلايز بلان بعمل له اول اشي ريسيت خليه عالصفر وانا هون على select and move W باجي هون عالزد بما انه على access z ماشي سابه على ordo سلايز بلان سلايز بلان ماشي برفع مية بعمل سلايز طلع شو سوى طوالي خط ماشي سلايز اللي هو قص او قطع ماشي هسا القطع الثاني بما انه انا مستعمل offset mode transformation او هسا فيه عندي العادي اللي هو زي هيك بصير المية بدي حط عليها 250 ماشي او اني ايش بستعمل هاي هسا هاي وانا هون يعني بتشاف هاي هاي شو بتسوي بتصفر لكل اشي كل ما حط رقم برجع عالصفر بصير انا حط على الرقم المادي انا بدي ارتفاع شبك مثلا متر ونص او بما انه ثلاثة متر وخمس وخمسين بدي ارتفاعه مترين اذا شو الغلط اللي صار عندنا انه احنا شلنا سليز بلان نرجع سليز بلان تطلع بالشكل هذا نحط كيف اذا شو الغلط اللي صار اذا شو الغلط اللي صار انا كنا على استاذ بلان بعدين طلعنا منها تمنوا حركنا حرك الشكل كامل حرك شايف هدول الفيسز حرك طلعوا بنفسه بالفوق اه لا احنا بنرجع بنظن على استاذ بلان عشان نقدر نتحرك في البلان هاي اللي بتعمل لنا القص تمام المايك عندك اطفل المايك عندك بس بعدين لك تمام هس احنا خلصنا هيك عملنا سليز الثاني وخلصنا ماشي اصلا ايها برجع بعمل دي سليكت وخليني على الكيو عشان ما ما يصير اش مشاكل احرك اشي بالغلط كيو اللي هي السليكشن كيو اكثر من مرات طالعا بغير لشكل السليكشن برجعنا على شكل السليكشن اللي عادي ناشي ما اشي بتأكد انه كل اشي مضبوط اصلا في عندي امر اسمه برج شو بساوي برج بعمل ليش صورة بسكر اللي بين كل اشي حاليا هيك فتحات الشبابية كليتها مضبوطة مية بالمية بعدها فتحة شباك واحدة ليه تاعت الحمام لسو تاعت الحمام مش متر متر ونص اعمل اكسترود ازود النص متر حتى ممكن احتاج كمان يعني مع انه هي صارت مترين ممكن احتاج كمان 25 مثلا نيجي اسا نقلب وباب الباب شوي فيه مشكلة هون اللي هو طلع عندي كيف خط ويخط الباب فمشكلة اذا بدي عمل برج لهذا طلعت منو عمل برج طلع كيف بطلع منظره يعني منظر مش حضاري يعني شو بسوي من التوب زي هيك وانا على التوب فيه عندي هون اشي اسمه ortho snap ما بتكونش موجودة برجع بطلعها او ممكن شو سوي من دون ortho snap وانا هون على البوليغون تمام مختار عام نسيلكت هون بعامل نسيلكت هون ناشي راجعتهم بعمل right click quick selection وحط عصناب بمسك من النقطة لنقطة يكون نقطتين متوازية طلع شو سوى اخذلي عقد هاي اخذلي فتح عقد هاي بعمل disselect لها يسا القطعتين هذون قد بعض صاروا عندي هذا الفيس قد هذا الفيس قو عملت مثلا bridge طلع عندي cube كويس يعني ما طلع عندي خربان زي اللي قبل شوي بس شو بس وانا برجع على باب باب بعمل reset reset رجع صفر شايتأكد انه على الصفر برجع بكبس هون ولقي على الصفر برجع بصوي نخلي يجي من هون نرجع من ثلان مترين وخمستاش او بما انه باب خارجي نحكي ثلاث متر او اه ثلاث متر بما انه باب خارجي او خليه مترين ومص تمام مترين منص نعمل سلايز طف سلايز بعدها نعمل دس سلكت بالفيس نحن نعمل البرج وبنعمل البرج احنا هيك ايش صار في عنا صار في عنا اللي هو البواب خلصناهم والشبابين خلصناهم ظل الفتحات الفتحات ممكن نعملها يا نفس ارتفاع الباب الخارجي بينهم فتحات او مثلا اذا كانوا بواب نعملهم على ارتفاع مترين وخمستاشر ممكن مترين ممكن مترين وخمستاشر ممكن مترين وثلاثين حسب ما بدنا وهن طلع طلع وهن عندي نفس مشكلة اللي كانت موجودة قبل شوي بالنسبة ل بالنسبة لهاي الجهة لما بدعم البرج والله كيف المنظر مش كويس فانا ممكن اتفادها احلها بطريقتين يا اما اني اعمل بوكس بارتفاع معين بارتفاع مثلا انشيل اللي هو بظل لنا متر من ثلاث متر ونص احط متر من نص بظل عندي متر مسكر متر بوكس من هون او اني زي ما صوت قبل شوي شو بسوي على كويك سلايز ماشي على سناب اي اول خط طلع معي الصر الخط الثاني هاي يطلع معاي عصا يقصر جاهز ان اعمل خلي على متر ونص مثلا هاي اعمل هاي يbru خط تمام ماشي الراح هارجع اعمل الحقيقة كمان مرضى برجع هون رايت كلك كويك سلايز ماشي الراحل واخر الراحل واخر الراحل واخر الراحل واخر راح اعلمكم طريقة عليه عشان تعرف تشتغلوا عليه مضبوط هي هون بالأوردوسناب أوردوسناب هذا بيكون موجود أصلا تمام اصلا بنرجع ترظل معنا نص ساعة ماشي لا بس نخلص موديلينج اليوم ونطلع ماشي لا يعني عشان حسيت كوزهكته ماشي سلايز تقريبا هيك احنا خلصنا ايك تقريبا خلصنا موديلينج حسو شو بضلع لنا السقفية والأرض يا اما ريكتانجل دائما تعمل تشتغل في عندك هون لاين في عندك لهم الخطوط 2D وفي الخطوط 3D يفضل دائما تشتغل من الخطوط 2D عندك تشتغل خطوط نظيفة تشتغل من 2D تعمل اكسترود منها ماشي السناب انا ونفاتح السناب عملت ريكتانجل سحبت خط من هون وصلت لهون اذا ما عمله اكسترود بدلا ما هو 350 ما اخليه مثلا 20 ساتي 35 ساتي عقدة ماشي والأرضية ما حداش يعني ما حداش رح يحسب ورانا بما انه احنا مشروع داخلي فالأهم اشي اللي يكون اللي هو الداخلي مضبوط يعني مش مهم الشكل من برا كيف الشكل من برا مش مهم كيف فانا شو بسوي كلون اي كوبي ماشي بمسكها زي هيك ونزلها ماقص 350 اي انا عندي ارضية او حد تمكن اكثر من 350 كمان نزلها 35 سانتي انا صار عندي ارضي وصار عندي سقف تمام هيك احنا خلصنا موديلينج الباسيك للمشروع المشروع لسه ضايل في شغل في عندي في عندي بلاط في عندي في عندي في عندي في عندي ضاقة في عندي في عندي شغلات كثير تمام مش فاهم كيف يلا ممتاز 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 تمام يعني هاي احنا بلشنا بلشنا لسه بلشنا نشتغل احنا يعني كل كل شي بتسوي كل شي بتخلصه عشان ترايه راسك المتيريال الاقير راح ناخده في درس لحال بس يعني عشان ترايه راسك ونت بتشتغل دائما اي اشي بتطلعه جديد بتعمله المتيريال ليش اي شغلات انت وانت بتشتغل خلص يعني قرب تتخلص شغل هذا لونه مرتقالي هذا لونه ابصر بدك تمسك كل واحد اخر خمس دقائق بدك تمسك كل واحد تقول لسه تعطيه متيريال لا من اوله وانت بتشتغل على السريع تصر انت ايش تفتح زي هيك اي متيريال جاهز انت حاسه اشي منطقي لونه كويس طلع هذا جاي ابيض انا عندي حطان وارضيات بيضة بس تعمل على طول طبعا هاي ارضية مش هي الارضية الاساسية اللي راح نشتغل عليها الارضية اللي راح نشتغل عليها اشي ثاني راح تكون تقريبا بلاط تمام راح تكون بلاط والبلاط عندنا تكون ستين بمئة وعشرين تمام تمام اشتغل بس مش راح نشتغل ها كبلان هيك وحنشتغل على اشي ثاني عشان نعرف نشتغل او ممكن شو نسوي انه نسوي ها زي هيك احنا نمسك بوكس نعمل بوكس تمام بثي نس معين تكنس لهو قطعة البورسلان قديش خليه نقول قطعة البورسلان عندنا ستين ميلي ميلي ماشي وتكون عندي هون مئة وعشرين بستين هاي قطعة البورسلان ماشي بتيجي بتيجي بتمسكها هاي كلون تعمل لها كوبي ماشي هسو صار في عندي قطعتين فوق بعض الثانية هسو بدأ زيحة انا من الزد ماشي بدأ زيحة ستين تصل اثنين اللي هي الحل تاعل هذا اثنين ميلي تكون حل بين قطعة البورسلان والثانية الحل تكون اثنين ميلي طلع زي هيك ها شايف كيف هاي قطعتين بورسلان صاروا قد بعض ماشي زي هيك تمام وامسكها يعني بعملي لها look look من كبست space بعملي لها look ماشي وهي على x x اكس سعبها زي لحد ايش القطعة الثانية اتأكد انها جاية وين عحد القطعة الثانية ماشي ماشي عملي لها كمان مر ركوبي ماشي بس انا من اين بديها تطلع بديها تطلع من y 120 20.2 صلى كي اه برجع بدي اخذ منها كوبي لفوق شو بسوي بكبست space look وانا ماسك ال-x طبعا انا اذا ماسك ال-y ماشي ماسك ال-y لا بمسك ال-x يعني اذا ماسك ال-x بدي اطلع الى فوق بمسك ال-y اذا ماسك ال-y بمسك ال-x وبعمل بعد هيك ايش space اللي هو look وانا عال snap ماشي snap مع shift بس اصحب زي ايك اين الى الحد هذا اصحب انا كليته هذا بفوت معاي بلاط على الغرف والزوائد منه بعمل له دليت اه زي هيك اه صار عندي بلاط الغرف زي كيف احنا اذا خدتوا انشاءات وتركيب صح اذا اخدتوا انشاءات وتركيب منذكرين اه كيف كنا نسو على الوطوك هذا صح وليد صح وليد روح نعم وليد تمام احنا عنا هذا هو البلاط اللي بدنا نستعمله الزوائد اللي بديش اياها زي هيك نقول نحن احنا مهتمين بالشكل الخارجي مش كثير يعني مهتمين مش كثير بعنينا الشكل الخارجي المم احنا احنا الداخلي او ممكن نخلي هاي ايش احنا يعني لان هون كاردورات فاحنا المنطقة هاي تقريبا فاضية فاحنا ممكن نخلي شوية البلاط هذو نبني عليهم نرسم عليهم بوكس نبين انه في حطان ما تبين ش فاضي على الهواء تمام تقريبا نكون اليوم درسنا خلص عشي بس شغلة سريعة النافجياشن كثير مهم انت بتشتغل تكون عارف كيف تلف المشروع تاعك مشروعك شلف راح راح رحلة زد بيراجعك عليه تمام كيف ستزد ترجعك على المشروع يعني انا ها وحد ضعت من المشروع ضعت من المشروع ماشي زد انا برجع عليه انا على الورثو نخلي البرسبكتف تمام اهم 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 ما سوي نهوش save as نسيب مشروعنا ماشي سمين يو ماشي ايك احدا اليوم شو تعلمنا تعلمنا احنا اول شي اه تعلمنا هدول بشكل سريع تعلمنا اللي هوم والله لو سمحت تطفي الوايك اصيل تمام اه تعلمنا كيف نعمل الامبورت للاوتوكاد اللي هو هذا هو هذا اللي هو الموجود هذا المقطط الاوتوكاد عملنا عملنا لغروب المقطط هذا اكتب انه خلصنا منه شغل خفنا اه طبعا الاكيد انه احنا رفعنا منه الخطوط تمام بعد هيك سوينا الفتحات سكرنا زبطنا الفتحات اذاك عملنا ثقفية وعملنا بلاط تمام هيك بيكون خلص درس اليوم اذا بالنسبة للبلاط هذا زي ما انتشاف بلاط كثير وراح تتغلب فيه في select لكل شوية بدك تمسك select لكل بيطعة بورس منفعش عنده control q انا مسكت كل البلاط لعندي شو بساو فيه معمل group the group شو بسميه floor اي شغلة مهمة اللي هي اللي floor وبس ايك احنا خلصنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله موسيقى